مشاهدين والآن إلى الموضوع الذي يهم اللبنانيين وهو الدولار والليرة اللبنانية وماذا إذا رفع سعر الصرف الرسمي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي صباح الخير أستاذ جباعي صباح الخير لحضرت لكم جميع مشاهدي أهلا وسهلا فيك خلينا نبدأ بماذا يعني أن ترفع وزارة المال سعر الصرف الرسمي بالتنسيق طبعا مع المصرف لبنان من 1507 إلى 36 أو حتى 8000 ليرة لقطعا سعر صرف دولار 1500 ليرة بطل منطقة ولكن أي ارتفاع على سعر الصرف بغض النظر عن نسبة الارتفاع سواء كان 3 أو 6 أو 8 نحن بحاجة قبل لدراسة حقيقية لوضع هذا الأمر على الأصوار ودراسته على الوضع النقدي والوضع المالي اليوم نحن نعيش تخبط نقدي كثير كبير بالبلد وعشوائي بالقرارات المالية بالتأكيد نحن من أيد رفع سعر الصرف ولكن بعد خطة اقتصادية واضحة وخطة تعافي اقتصادي مثلا من نشوف شو ما نعمل بموضوع معاشات الموظفين الرواتب والوجور موضوع القروض هذا بده كله دراسة بحاجة لتعمق لأنه الاتخاذ قرار اليوم عشوائي من دون حسابان الأعجازات السلبية ممكن يؤدي لكوارث على السعيد النقدي خاصة على سعيد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لأن أي رفع على سعر الصرف من دون هيدا الدراسة ومن دون هيدا الحسبة ممكن يعطينا ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لذلك يفضل قبل الدخول بهذا الأمر أن يكون هناك خطة شاملة خطة اقتصادية ومالية شاملة تعافي اقتصادي معين بنود محددة اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقط الدولي اتفاق بين جميع المصارف والمصدف المركزي والحكومة أي وزارة المال ومن بعدها نتحدث عن كيفية رفع سعر الصرف من العالمين نعم نشهد حاليا دكتور محمود تتضاؤل بالفرق بين دولار المنصة ودولار السوق السوداء برأيك هل سيتوحد سعر الصرف؟ صعب جدا اليوم بتوحيد سعر الصرف على سعر محط لا أشرح بسهولي ليش؟ لأن اليوم عدد المضاربين على الليرة بالسوق كتير كبير يعني مصدف لبنانين لما أخرج نفسه من المعادلة من فترة سنتين لليوم ما فيه يجي يتدخل وقت اللي يبدو لحطيبوط الأمور بعد ما هو تساهم بفلتانا كيف ساهم بفلتانا؟ أعطى إمكانية للمصارف في ألف للمصارف كمان بالسوق العفر للصرفين في ألف وللصرفين بالسوق السوداء للمصارف التجارية واليوم عم بمتئة الأم تي للسوق عبر طباعة ليرات بشكل كبير ألف ومائتين مركز الأم تي ببنان عم يحصل كل مركز مننا بين 800 مليون لمليار ليرة باليوم يعني أنت عم تحكي عن ألاف مليارات ليرات عم تندخل بالسوق كل عيدة كبر عهد اللاعبين بالسوق بموضوع المضاربة على الليرة هذا بأكد أنه صعب نحن نوحد سعر الصرف قبل الانطلاق لخطة شاملة بالتعافي الاقتصادي والمال اللي حكيت عنها من شوي مصرف لبنان يقدر يببط سعر الصرف لما يبلش يخفف مضاربته على السوق السوداء لأنه اليوم هو دخل كمضارب عبر المصارف مصرفين الكبار وكذلك عبر الأوم تي إذا دخل عيدة الأمر وخفف عدد المضاربين ومن ثم لجأ لإجراءات لضبط وضخ الدولار بالوقت المناسب ممكن نحكي عن عملية ضبط موضعي للدولار أما ضبط كامل للدولار والذي يمكن يصير بدون خطة تعافي الاقتصادي تبدأ في موضوع الكهرباء وموضوع الاقتصاد البنيوي تخفيف العجز في ميزان التجاري تخفيف العجز في ميزان المدفوعات هذا أمر كبير نحن بحاجة لوقت طويل لنحكي بمفهوم توحيد سعر الصرف وإنما ممكن نحكي عن ضبط معين للرينج بسعر الصرف بين سوق السوداء وسعر مناسب صارف أنه يرتفع سعر صرف الدولار سيرتب بطبيعة الحال أعبئ مالية على المواطنين مثلاً شو سيصير بالقروض السكنية بأسعار السلع بالمكالمات الهاتفية بعقود الإيجار طبعاً هذا اللي حكيتم من البداية أنه رفع سعر الصرف من دوم نعمة دراسة للقروض السكنية للقروض الشخصية للقرض السكني اللي هو بالليرة ما فيهون يزيده على أي سعر لأنه هو بالليرة يعني المواطن أخذوا من شركة من مؤسسة الإسكان بالليرة اللبنانية فيردوا بالليرة اللبنانية وفقاً لقانون النقد والتسليف أما القروض الأخرى القروض الشخصية القروض الشركات بالتأكيد نحن بحاجة لدراسة لعيد الأمر عشان ما يتأثر السوق سلباً لحتى كمية السادات كمان ما تتأثر اثنين أنا ما فيني أرفع سعر الصرف الرسمي بدون ما كن عندي خطة لزيادة الأجور خطة متحددة ولزيادة الأجور عبر سياسة السلم المتحرك للأجور لحتى شوف قدي عم ترفع الأسعار بالسوق قديش اليوم صار بحاجة المواطن أنا حعطيكي هلأ دراسة كمنا فيها اليوم إذا عيلي مؤلفي من أربعة أشخاص هي بحاجة بالشهر لتلتعشر مليون ليرة لحتى تعيش حياة عادية فما بالك بعد رفع سعر الصرف الرسمي قدي وديزيادة تضخم المالي بالسوق لوصل اليوم لحوالي تلتمية وثلاتة بالمية وفي شهر النشهر نحن تخطينا كل دول العالم بحاجة بارتفاع مؤشر الأسعار لتخطى المية وستبع وستين بالمية يعني هذا الموضوع بحاجة لدراسة شكفافة ودقيقة لأنه أي قرار عشوائي ممكن يتخذ هذا الأمر هيخذنا لكوارز نقضية ومالية حيدفع تمنى المواطن اللبناني حيدفع تمنى الموظف اللبناني حيدفع تمنى كل من يتقاضى بالليرة اللبنانية من قدرة الشرعية نعم فيه سؤال بعد هذا السؤال دايما نطرحه كل يوم قديد دولار اليوم قديد دولار بكرة هذا السؤال المعتاد صار عند اللبنانية برأيك الدولار حاليا يعني لوين ممكن يوصل بعرف أنه ممكن تقول لي ما له سقف ولكن ما في رقم محدد قريب أنا عارف قديم ممكن أنا بحدد لك سقف أنا دايما بحدد سقف في الدولار مع فترات زمنية وحضرتكم نحكي وصاري اليوم نحن سعر سقف الدولار يعتبر منذ 26 و28 ألف لسبب أنه مصر في إبنان لجأ لتعميم ضخل جزء من الدولارات بالمصارف ولكن هذا الأمر ما بينزل سعر صرف الدولار هذا بيضبط سعر صرف الدولار علينا محدد اللي بينزل سعر صرف الدولار فعليا هو التوقف عن طباعة الليرة وعن مد السوق بالليرة اللبنانية وقتا ما يجي ممكن نحكي عن إخفاض سعر الصرف وهذا شيء صراحة ما أنه واضح أنه رح يصير فتوقع مستقبل سعر الصرف إذا استمرنا بالتعميم الانضباب بين 26 و28 ألف ليرة اللهم أحداث سياسية محددة يتأثر فيها الدولار بنسبة 20 إلى 25% يعني مثلا إذا صار في اجتماع الحكومي ممكن نشهد انخفاض دراماتيكي لسعر الدولار لقريبكم من سعر منصة صرفي للدورة رح تنزل لسعر أقل وإذا صار في عنا مشاكل سياسي ممكن يتخطط دولار يرجع مرة تانية 30 ألف وإنكم يوصل ل 33 أو 35 ألف ليرة يعني شكرا جزيلا لك ضيفي لليوم الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي شكرا جزيلا لكل المعلومات ترجمة نانسي قنقر